بعد أربع ساعات وثماني دقائق تنتهي سنة لتبدأ أخرى في لبنان عنوان سنة المودعة مزدوج فهي سياسيا سنة القلق وهي أمنيا سنة الاهتزازات التي لم تبلغ مرتبة الهزات سبب القلق السياسي مشروع إنه الخوف المتزايد من تداعية الأزمة السورية المتفجرة على الواقع اللبناني الهش والضعيف وحتى الآن ثم تكثيرون لم يفهموا كيف أن الوطن الصغير استطاع أن يبقى في منءا عن الحريق السوري الكبير وحتى الآن ثم تكثيرون ينتظرون كيف يمكن الدولة القاصرة والحكومة العاجزة أن تدير في السنة الطالعة ملفات سياسية ملتهبة تبدأ بالانتخابات اللبنانية الصعبة وصولا إلى طاولة الحوار المستحيلة ومع نهاية السنة أسئلة كثيرة تطرح على صعيد الأمن فإذا كان العام 2012 شهد خضات أمنية كبيرة أقصاها على الإطلاق اغتيال لواء سام الحسن فإن العام 2013 يبدو محفوفا بالتحديات والمخاطر إلا إذا تم تحصين الوضع سياسيا لأن الأمن في لبنان سياسي قبل أن يكون أمنيا إقليميا الصورة أيضا لا تبدو زاهية في سوريا المعارك مستمرة كذلك المجازر وتطورات تأخذ أكثر فأكثر منحا طائفيا ومذهبيا فيما الحل السياسي الذي يتحدث عنه الجميع لا يحقق أي اختراق حقيقي وفي مصر أزمة سياسية وثورة على الثورة أما في العراق فالأمور تتعقد من جديد والحساسيات المذهبية تستيقظ طارحة مصير الكيان لكن قبل تفصيل كل هذه الوقائع فلنسى متاعب السنة 2012 والمحاول ملاقاتة 2013 فنرى كيف سيستقبل لبنان والعالم السنة الجديدة والبداية مع الزميل هيثم خواند الذي يرافق وزير الداخلية في جولته الميدانية إذن هيثم معالي الوزير شربيل يشرف شخصيا على واقع الأرض والطرقات أين أنتم تحديدا وماذا في التفاصيل نعم ماجد ربما هو الهم الأمني هو الذي دفع بوزير الداخلية العميد مروان شربيل إلى القيام بجولته هنا في ليلة رأس السنة بدءا من ثكنت الحلو في بيروت وصولا الآن إلى سراي جوني حيث اجتمع بضباط السراي والعناصر وأكد على كل الترتيبات التي كان أعلن عنها في اليومين الماضيين فيما يختص هذه السنة وربما ما دفع فعلا معالي الوزير إلى قيام بهذه الجولة الهم الأمني كما قلنا كل مواطن يسأل كيف سيكون العام المقبل أمنيا وماذا سيحصل بالنسبة للوضع الأمني المهزوز إذا أمكن القول الذي رافق العام الماضي إذا أمكن القول يعني والي المزيد من الإضاءة على هذه الجولة ينضم إلينا شخصيا معالي الوزير معالي الوزير أبرز الترتيبات هل أنت راضي عن ترتيبات الأمنية التي قمتم بها ولماذا هذه الجولة؟ طبعا راضيين مش بس أنه الهم الأمني كمان حتى يشعر المواطنين أنه وزير الداخلية اللي بمثل الحكومة اللبنانية أنه الحكومة كمان مهتمة وهي بتسهر مع العناصر الأمنية لتأمين الحماية والأمن والسلام وتكون سنة خير وبركة على كل اللبنانيين ومنقدر نقللهم أنه نحن باقيين على الأرض حتى يسهروا بس في إلي مطلبين من المواطنين المطلب الأول حفاظا على سلامتهم وسلامة الركاب اللي معهم ما يشربوا واللي بيحب يشرب ما يسوق لأنه في عنا حواجز على الطرقات رح تستعمل الالكو تيست ورح بعتاد أنا بالقنون الجديد أنه اللي بيكون شربين بمعدل معين العقوبة تبعه الحبس فإن شاء الله ما نجرب وما نخشن القنون بأي شخص اليوم الآن استحدثتم عن تدابير مشددة التدابير المشددة هي بكرة رح تشوفوها المستنفرين الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن وأمن عام وأمن دولي بحدود 30 ألف عنصر موجودين هلأ على الأرض مغطيين من الشمال إلى الجنوب ومن البقاع إلى البحر الشغلة الثانية اللي أنا بحب أقولها بتمنى على المواطنين أنه كمان يستقبلوا للسنة الجاي بالفرح ما يستقبلوا بالقواس ولا يستقبلوا باستعمال الأساليب اللي بتبرحن أنه أنه لبنان بلد غير ديمقراطي نعم هي ثم نحنا أنا بتمنى على هون بس بقدري بقول لهم أنه إذا كانت التمنيات ما بتنفع رح قل لهم أنه كل شخص رح يستعمل إطلاق النار رح توصل للأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن وأمن دولي وأمن عامي جربوا كل شخص بديط لق النار رح يتوقف وينحط بالحبس بقى هذا الموضوع هذا الموضوع كتير مهم وخاصة أنه سنة الماضية أو الأب سنة اللي قبلها سنة الماضية ما صار في إطلاق النار كتير نتمنى السنة ما يكون أبدا في تقارير بعض الطيارات بمطار بيروت اتضررت من جراء إطلاق النار بقى هيدا عادي مش مقبولة بقى ولا عادي بتوحي أنه نحنا بلد ديمقراطي أو بلد حضار نيجي صبي بأوص نطلق مرته بأوص نمرأنا بسنة جديدة بأوص عيب هذا الموضوع هذا بقى رح نكون حسمين بس بالوقت زيته نتمنى أن لا نكون حسمين شكرا معاليك إذن ماجد هذه هي أبرز ثمانيات الوزير للمواطنين هذه الليلة وهو سيستكمل الجولة الآن في كازينو لبنان وإضافة إلى محطات أخرى طيلة فترة هذه الليلة شكرا للزميل هايفام خواند ترجمة نانسي قنقر